شكرا جزيلا فخامة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيد جين لين كوم الرئيس مجلس الإدارة البنك الأسيوي السيد رئيس وزراء مصر وزميلي الدكتور محمد معيت وزير المالية بمصر السيد ماركو بروميرا وزير المالية من جمهورية كوريا السادة المحافظين السيدات والسادة صباح الخير لكم جميعا أولا أود أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة وكذلك على عقد هذا الاجتماع المهم في هذه البلد الرائعة مصر أنا مصرورة للحق بالاجتماع في شرم الشيخ في هذا الوقت أنا أفخر برؤية ومشاهدة هذا النمو الذي يشهده هذا البنك في عامه الثامن السادة الأعضاء والدول الأعضاء التي نمت بشكل كبير وأيضا لدينا المحفظة القصبنا ونموها الشديد وأيضا مواجهة الأزمات والجوائح التي مرضنا بها وأيضا أزمة الغذاء أيضا أقدر البنك الأسيا والساسمار في البنية التحتية لدعمه المستمر لكل الدول الأعضاء التي تشمل إندونيسيا وشركائنا في تنمية البنية التحتية وكما أننا جميعا نلاحظ فإن الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحديا كبيرا للعديد من الدول والتشتت الجيوسياسي الذي يحدث في كل أنحاء العالم والذي يؤثر على النمو الاقتصادي وأيضا يساعد على زيادة الهشاشة والضعف لأغلب الدول وبصفة خاصة الدول العضاء في البنك الأسيوي إن النمو الذي حدث هذا العام منخفض ليصل إلى حوالي 2.9% والعديد من الدول النامية والتي تشمل الدول الناشية تحتاج العديد من الموارد الأساسية لمعالجة الموقف التعافي من أثار ما بعد الجائحة وللتنفيذ التنفيذ المزاماتها حول التغيير المناخي الدول النامية أيضا تتطلب أن يكون هناك دعما ومزيدا من الدعم والموارد المالية من قبل الدول المتقدمة والبنوك المتعددة للأطراف والقطاع الخاص وبالتالي فإنني أدعو كل الدول المتقدمة والمصارف الإتمانية متعددة للأطراف وبما فيها البنك الأسيوي لكي تتفي بالتزاباتها من خلال تقديم المزيد من الامتيازات للدول الأعضاء التي تواجه الموقف الاقتصادي والمالي الحالي ودولنا تحتاج للمزيد من العمل اللي كي تقوم به علاء وعلى ذلك فإنني أدعم الالتزام الخاص بالبنك بتخصيص جزء من ميزانياته للتمويل المناخي ودعم الدول لتحقيق أهدافها المناخية وهذا طموح كبير نسعى تحقيقه بالتناغم مع الأجندة الخاصة بالوصول إلى صفر انبعاسات كربونية وكذلك خلق منصة خاصة بالآلية وكما ذكر في العام الماضي حتى نستطيع أن نزيد من التوشع في استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق انتقال الطاقة لا يكون هناك تقدم بدون الحاج المزيد من الطاقة ولكن أنا أيضا مدركين لأهمية أن الطاقة يجب أن تكون تتميز بإمبعاسات أقل من الكربون لذا فإننا جميعا لا يتعلق الأمر بتحقيق ومعرفة التحديات ولكن كيفية معالجتها من خلال تحقيق التنويل الصحيح وبصفة خاصة في هذه الظروف العالمية الحالية أن أندونيسيا تستخدم المنصة وباعتبارها رئيسة للآسيان وهناك النسخة الثانية من أجنطو وكذلك العمل الدولي وهذه شروط أساسية للقطاع الخاصة لمشاركته في تمويل الأجندا الخاصة بالمناخ هذه هي كل الخطوات التي نسعى لمشاركتها معكم وكي نصل إلى الحلول وكمؤسسة مالية تعمل 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 بشكل أكثر أكثر استدامة وأكثر حفاظا على البيئة فإننا نحاول أن نخدم الدول الأعضاء ومن خلال قدراتنا هذه فإننا أعتقد أننا نستطيع أن نلعب دوراً كبيراً لتحقيق أهدافنا الخاصة بالبنية الأساسية للمستقبل وأتمنى وأسعى في دعم البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية كجزءاً من الحل الدولي أتوقف هنا وأتمنى لكم اجتماعاً ناجحاً ولكم جزيلة شكراً